السلام عليكم ورحمة الله وبركاته المشاهدون والمشاهدات الأعزاء مشاهدي قناة هلا وموقع بنت أيضا نحن معكم في تغطية خاصة في موجة مفتوحة للأحداث الدائرة في البلاد في اليوم الثامن من الحرب ونبدأ مع العنوين الأخيرة الوزارة الصحة الفلسطينية أعلنت أن عدد الشهداء الفلسطينيين هذا بيان رسمي من وزارة الصحة في قطاع غزة قد بلغ 2200 قتيل في الجانب الإسرائيلي الجيش الإسرائيلي والمصادر الرسمية تتحدث عن ما لا يقل عن 1300 قتيل وعدد كبير جدا من الجرحة لازالوا يطلقون العلاج في المستشفيات الإسرائيلية التوزيع الجرحة تم في مختلف المناطق هناك من الجرحة من تم نقلهم إلى مستشفيات في مدينة تل أبيب وفي مدينة كفارسابا وغيرها في تفاعلات الدولية قطر تقول بأنها ترفض أي محاولة للتهجير القصري للفلسطينيين من قطاع غزة ونحن نستذكر هنا بيان الجيش الإسرائيلي يوم أمس الذي طلب من سكان مدينة غزة مغادرة المدينة والمناطق الشمالية من قطاع غزة والتوجه إلى جنوبي وادي غزة هناك من استجاب لهذا الطلب ولكن حركة حماس بثت مقاطع فيديو لأهالي لعائلات بقت في بيوتها وتقول بأنها ترفض بأن تحدث نكبة مرة ثانية للشعب الفلسطيني الرئيس الفلسطيني محمود عباس اجتمع مع العاهلة الأردني الملك عبد الله الثاني في عمان يوم أمس بعد ذلك تبعه اجتماع مع وزير الخارجية الأمريكي وقال عباس بأنه يرفض قتل المدنيين من كل الأطراف وأنه يرفض أي محاولة لتهجير المواطنين الفلسطينيين من قطاع غزة سياسيا محليا في إسرائيل رئيس المعارضة عدو الكنيسة يائيل لبيد الذي وضع شروطا للدخول لحكومة الطوارئ التي يقودها رئيس الحكومة بن يمين نتنياهو حصل على حتلنة أمنية اليوم من السكرتير العسكري لرئيس الحكومة وأيضا طوال هذا اليوم سمعت صفرات الإنذار في منطقة الجنوب وفي قطاع غزة سنتحدث مع عدد من الضيوف من المحللين وأيضا من الشخصيات السياسية ينضم إلي في المرحلة الأولى من هذه التغطية في الأستوديو الشيخ الدكتور والمربة إياد عامر أهلا ومرحبا بك يا دكتور أهلا وصلا للمساعدة الشحالية أنت مدير مدرسة ثانوية متقاعد حديثا وأنت محاضر في موضوع الوساطة والحوار والحوار ولك يعني باع كبير أيضا في شؤون التربية والتعليم وأيضا السياسة لا بد أن نذكر لذلك وإن لم تكن شخصا سياسيا الشيخ دكتور إياد عامر كيف تقرأ صورة الوضع في المنطقة نتحدث الآن على صعيد إسرائيل والفلسطينيين وأيضا دول الجوار لا شك بأن المنطقة كلها تشهد حالة صعبة جدا لعلنا لم نشهد مثلها منذ سنوات طوال وهذه المرحلة الصعبة التي فعلا سواء كان العرب السكان العرب في داخل دولة إسرائيل أو اليهود نفسهم نرى بأن الضرر قد أصابهم كلهم وهذه الأضرار نحن نعلم أن عدد من القتلى كذلك من المناطق البدوية وخاصة الكرة الغير أو غير المعترف بها أصيب أكثر من 15 قتيلا وأصيب عدد من الجرحة ولا نعلم العدد الكامل الآن لعدد القتلى في هذه الدولة والمنطقة كلها الآن تشهد حالة من الاستنفار وحالة صعبة جدا 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 حقيقة نسأل الله عز وجل السلامة اسمح لي دكتور إياد عامر أنا أود أنت ذكرت أن هناك من الضحايا من المواطنين العرب كان هناك الشاب المرحوم عوض دروشي من إكسال وهو رجل إسعاف نعم وبعد أيام العائلة عاشت ظروف صعبة وهي في انتظار أي خبر حتى أن العائلة كانت تقول ندعو الله أن يكون من بين المخطفين أو الأسرة ولكن في نهاية الأمر المرحوم عوض دروشي تم التعرف على جثمانه يوم الخميس وتمت موارته أثرت جثمانه أثرت اليوم صباح اليوم تم إعلان وفاة الشاب ماجد زياد إبراهيم من بلدة أبو غوش هذه البلدة القريبة من مدينة الكدس قبل أيام وقع صاروخ هناك في أبو غوش وقد أصيب الشاب ماجد المرحوم ماجد زياد إبراهيم البالغ من العمر 19 عاما ونحن نشاهد الآن صورة الفقيد على الشاشة تواصلنا مع أهالي من بلدة أبو غوش صبيحة هذا اليوم الأجواء هناك حزينة جدا هذا الشاب لقي مصرعه في هذه الظروف الصعبة الحرب لا تفرق بين عربي ولا يهودي شيخ صحيح ولهذا نداؤنا دائما بأنه لابد أن نأخذ بالنواحي القانونية وخاصة الأمور والتعليمات التي تصدر عن بيكود عورف أو قيادة الجيش ولابد أن نأخذ الأمر بغاية الجدية وهذا لعلها تكون رسالة ونداء للأهالي وللأبناء بأن لا تستهتروا بهذه التعليمات ولابد أن نأخذ الأمر بغاية الحيطة وبغاية الجدية حتى لا نقع والعياذ بالله ضحايا كذلك نعم نحن نعز الأهالي كلهم يهودا وعربا في هذا الباب وخاصة المرحوم ماجد والمرحوم عوض وسبعة عشر قتيلا وقعوا في هذه الحرب جراء هذه الحرب المشؤومة التي نتمنى كرجال دين ورجال سياسة ورجال المجتمع أن تقف قريبا بإذن الله عز وجل نعم ونحن نتحدث عن آخر التطورات الجيش الإسرائيلي كان قد أعلن اليوم بأنه هاجم هدفا لمنظمة حزب الله في جنوب لبنان المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي يقول بأن هذا الهجوم جاء ردا على تسلل طائرة مجهولة واعتراضها شيخ إياد عامر بصفتك رجل تربية وتعليم أدرت مدرسة ثانوية ناجحة ممكن القول في كوفر قاسم ممكن تتحدث عن المدرسة أي مدرسة كنت تدير نعم أنا أدرت المدرسة في البداية الثانوية في الرملة ثم مدرسة الهدى الأهلية ثم مدرسة كوفر قاسم على مدار 12 عاما والمدرسة الثانوية الشاملة في كوفر قاسم بفضل الله تبارك تعالى هي من المدارس المعروفة والمرموقة والحمد لله رب العالمين نعم سأسألك عن التعليم أبنائنا بناتنا من كافة المراحل العمرية من جيل الحضانة حتى الثانوية وحتى الذين يدرسون في الجامعات يجلسون في البيوت في هذه الأيام هذا الجلوس في البيت يذكرنا بفترة الكورونا كيف مرت عليكم فترة الكورونا من ناحية التعليمية نظرا للوجه الشبه ما بين هذه الفترة وتلك من ناحية البقاء في البيوت رغم أن الوجه الشبه كبير وبعيد بين المرحلتين ويريت لو أنه بس الحرب كورونا ولكن الآن الحالة النفسية وهي المؤثرة جدا جدا على أبنائنا وبناتنا في هذه المرحلة سواء كانوا طلاب الجامعات أو الطلاب من الروضات إلى الثاني عشر المرحلة سيئة جدا جدا نحن مرنا فعلا بفترة ظننا بأنها سيئة وهي فترة الكورونا وكانوا الطلاب يتعلمون عن طريق الزوم ولكن اليوم بدأ اختراق لهذه المرحلة ولهذا التعليم ولهذه الوسيلة التي يدرس فيها والآن وزارة التربية والتعليم يعني توصي أو تدخل ما يسمى بالمشوف مع الميت لأنه أكثر سلامة ما الفرق دكتور إيادة وليس هناك فرق من ناحية التعليم عن بعد التعليم عن بعد كل العالم يدرس عن بعد ولكن هناك اختراق لهذه الآلية التي اسمها الزوم واختراقها أن هناك جهات ربما عنصرية متعصبة دخلت على بعض مجموعات المدارس وأرهبت وأرعبت الطلاب ولهذا انتقل وكانت هناك توصية من الوزارة بأنه ينتقل الطلاب الآن عن طريق المشوف الذي هو أكثر مراقب عن طريق وزارة التربية والتعليم وليس مفتوح للجمهور العام وعن طريق الميت الذي يدخل كذلك الطلاب وهنا أنوه أن هذه المرحلة بحاجة إلى إعداد واستعداد وليس فقط من ناحية التعليمية لأن طلابنا قد فقد خلال ثلاث سنوات السابقة أو الأربع سنوات فقدوا كثيرا من المواد التعليمية ولم يستطع مع كل النية الطيبة لدى المعلمين ولدى مدراء المدارس أو مديرين المدارس بأن يحاولوا أن يسدوا بعض الثغرات إلا أن هناك فجوات حالية موجودة بين الطلاب ونحن نعلم بأن هناك فرق بين التعليم الوجاهي وبين التعليم عن طريق البعد لأن كثير من الطلاب لم يكن ليدخل بشكل مباشر كان يضع الكمبيوتر أو الحاسوب ثم يذهب ويرجع ويعود وليست هناك مراقبة كاملة من التعليم وهذا شهدنا جميعنا واليوم نحن لابد أن ننتبه للحالة النفسية الحالة النفسية لا تكون عن طريق كل وسائل التعليم عن بعد الحالة النفسية التي يمر بها أبناؤنا ومعناتنا لابد أن ننتبه إليها الأباء في البداية ثم المعلمون والمعلمون الآن هم مفاقدون لهذه السمة لأنهم ليسوا بتواصل مباشر مع الطلاب ليعرفوا ويلمسوا ويحسوا ماذا يفكر هذا الطالب خاصة بأننا نعلم وهذا نداؤنا ورسالتنا للأهل اعلموا بأن الطلاب الآن يمرون بحالة نفسية جدا صعبة وهذا الخوف حتى لو لم يبده الطالب ولم يبده الإبن اعلم بأن هناك بعض الصفات التي تدل على الخوف لدى الطالب إما أنه نعم ينام بدري على غير عادته على غير عادته لا يأكل كثيرا مشغول في بعض الأمور الأخرى لا يحب أن ينظر أحيانا إلى الأخبار لأنه خايف من هذه الصور فلا نجبر أبنائنا وبالعكس لابد الآن أن نقب بجانب أبنائنا وابناتنا خاصة أن عدد من الأهل لا يعمل الآن كذلك الكل معطل وللطلاب موجودين فلا تدع ابنك دون أن تنتبه إليه بهذه الزوايا هذه الزوايا بسيطة جدا ولكن علماء النفس الآن والاستشاريين بالذات لابد أن ينتبهوا لأمور فيها توعية للأهالي في داخل البيض السؤال الدكتور إياد عامر كيف نحتوي أبنائنا من ناحية نفسية أنت من كفر قاسم سمعتم سفرات الإنذار في الأيام الأخيرة؟ طبعا سفرات الإنذار تخلق شيء من البلبلة إذا لم نعد الولد لمثل هذه السفرات لأنه يظن أنه في داخل إطار الحرب كلها نحن لا نستخيف ولا نستهتر ولكن لابد من أن نطمئن الطالب أو الولد أو الإبن أو البنت بأن نحن بعيدين نوعا ما عن مصدر الحرب وسقوط الصواريخ والاعتداء علينا وعلى غيرنا ولهذا لابد من ملكة معينة وحنكة من الأهالي ودراية كاملة بأبنائنا وبناتنا كيف يمكن أن يخففوا هذه الأزمة عن الأبناء والبنات ولا يدخلهم في ضغوط نفسية أكبر مع أن نتفهم أن الشعور بالخوف هو أمر طبيعي ومشروع لا بد أن يعبر الطالب لابد أن تكون هناك ملكة وقدرة لدى الأهل كيفية استعاب أبنائهم وبناتهم في هذا الباب وحتى المعلمين والمربين بالذات إذا كان المربون عن طريق المشوف أو عن طريق الميت بإمكانهم أن يتواصلوا مع الطلاب ويحاولوا أن يفتحوا حوارا ليعبر الطالب عن مشاعره بصدق وأحيانا بعض الطلاب لا يعبر عن مشاعره حتى للأب والأم ولهذا لابد أن تكون هناك نظر الثاقب لهؤلاء الطلاب وليسماتهم وصفاتهم كيف يتغير على ابني ماذا يمكن أن أفعل لابني كيف يمكن أن أخفف هذه الأزمة وخاصة بأن الأخبار المتداولة الآن بين أيديهم في الحسوب أو في داخل الجهاز الجوال وهذا يجعل الإنسان دائما أكثر قرب هو يريد أن يبتعد أحيانا عن هذا المجال ولكنه مجبر بأنه يسمع ويسمع من خلال شاشة التلفزيون أو من خلال شاشة الحسوب أو من أصدقائه أو إخوانه وهذا يشكل أحيانا بعض الضغوط النفسية على الأبناء ولهذا لابد أن ننتبه ونحرص على أن نشغلهم بأمور أخرى وخاصة نحن بعيدين بعضنا عن أنه في هذا المجال يقترب من الله تبارك تعالى فالنواحي الروحية أو الروحانية والنواحي الصلاة واللجوء إلى الله تبارك تعالى في هذا المجال وغيره ولكن بالذات في هذا المجال لابد أن نشغل أبناءنا بهذه الأطور الطيبة القريبة من الله تبارك تعالى والقريبة من نفسية الطالب الرقراقة أو فطرته التي فطره الله عز. أتهز فرصة حضورك إلى الستوديو. وأتحدث أيضا عن جانب آخر بخصوص التعليم. ولكن دعني الآن أتوقف مع هذه الرواية شهادة شخص شاهد بأم عينه مع ما جرى. الشاب منتصر صبح البالغ من العمر ثلاثين عاما من مدينة شفا عمر. لا يصدق بأنه لا يزال على قيد الحياة. وأنه نجى من الموت من الهجوم المسلح المباغت الذي قام به مسلحه حركة حماس صباح يوم السبت الماضي. إذ تواجد في ذلك المكان الحفل الذي هاجمه المسلحون في نطاق عمله كحارس. الشاب منتصر صبح تحدث لقناة هلا ولموقع بانيت. وروى اللحظات الصعبة التي عاشها. وكرر خلال حديثه ما لا يقل عن ثلاث مرات. أنه لغاية الآن لا يستوعب ما جرى. وأنه تمكن من الفرار تحت النار. نشاهد على الشاشة صورة الشاب منتصر صبح. والذي يقول بأن الحفل أقيم في منطقة أوفاكيم جنوبي البلاد. مسلحون من حركة حماس اقتحموا منطقة الحفل. وقال أنه في حوالي الساعة السادسة صباحا وخمسين دقيقة. يعني سبعة لعشرة. رأينا عشرات الصواريخ تطلق من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية. توجهت على الفور إلى البوابة الرئيسية لمكان الحفل لأجل فتحها. وإخراج الناس من المكان. عندما بدأوا بالخروج فوجئنا بإطلاق نار كثيف وعشوائي. رأيت أشخاص كثيرين مصابين في أرجلهم. لم أفهم ما الذي يحدث في تلك اللحظات. وقد قام المسعف المرحوم عوض دراوشي من إكسال بتقديم إسعافات أولية للمصابين. قدر استطاعته وقد رأيته وهو يسعفهم. حاولت أيضا المساعدة المصابين. فأنا درست التمريد في الأردن عن كيف هرب من المكان. ويقول لم نكن نعلم من أين يأتي الرصاص تجاهنا. ولم نكن نعلم أيضا من يطلق النار. لم نفهم ما الذي يجري. حاولت أنا والكثيرين الهروب بسياراتنا من مكان الحفل. لكن بسبب كثرة السيارات خارج مكان الحفل. وبينما كان إطلاق النار يحاصلنا. أطلقوا النار على السيارات وعلى الأشخاص. هربنا عبر الجبال إلى بلدة مشاب في المنطقة. سرنا نحو 25 كيلومتر. هناك دخلنا إلى ملجأ. وبقينا فيه نحو ثلاث ساعات. إلى أن وصلتنا حافلات. تم نقلنا بعد ذلك إلى بئر السبع. وهو يقول في الحوار مع مراسل قناة هلا وموقع بنيت. لأنا لازلت غير قادر على استيعاب الأمر. لا أستطيع النوم في الليل. بالكاد أتناول الطعام. المشاهد الصعبة لا تفرق مخيلتي. إذن هذه الشيخ الدكتور إياد عامر. أحد الشهادات عما يجري. وأنا أتوقف في الأيام القادمة. ستتكشف روايات أيضا من الجانب الآخر. من أبناء قطاع غزة. الذين الآن هم تحت القصف. هذه كلها روايات ترافق الناس والأفراد طول العمر تتوقع. لا شك أن الوضع جدا سيء. وكما كنا دائما ندعو فعلا الآن إلى وقف هذه الحرب المشؤومة على الجانبين. سواء كان العربي أو الإسرائيلي. حتى نتفادى وقوع حرب أكثر شاملة وأكثر مدمرة. خوفا من دخول أطراف أخرى على هذه المنطقة. وهذا سيؤثر لا شك سلبا على المنطقة كلها. نعم. نعود إلى قضية التعليم. قبل أن ندخل ونبدأ هذه الموجة المفتوحة. هناك وصلتنا معلومات أنه في حديث في بعض المناطق. هنا منطقة مثلث. مثلا حديث عدد من مديري المدارس. الذين يتحدثون نتواصلون مع السلطات المحلية والجبهة الداخلية. على إمكانية فتح المدارس يوم غدا للتعليم الوجاهي. طبعا لا يوجد قرار نهائي. طالما أن هذه المناطق بعيدة نوعا ما عن جبهة القطال. برأيك دكتور إياد عامر. هل فتح المدارس في هذه المناطق؟ التي نوعا ما آمنة. وإن كان بشكل جزئي. أنت تأيد؟ أو يجب أن تروح؟ هذه مغامرة. لا يستطيع الآن أي إنسان أن يتخذ مثل هذا القرار. لأن الأهل كذلك لديهم هذا التخوف. وأنا أظن بأنه من يقول بأنه في مأمن هو سيتحمل المسؤولية المطلقة. أنا أظن بأن وزيري للتربية والتعليم والوزارة كلها والدولة لابد أن تأخذ ضمانا على مثل هذه المناطق. لأنه لا أعتقد بأن هناك منطقة خالية. ظننا بأن الكدس لا يصلها. فوصل الشاب ماجد من أبو غوش يعني يقتل بصاروخ. والصاروخ التي تقع برعنانا ليست بعيدة عن الطيبة ولا بعيدة عن كفر قاسم. فأي المناطق هي آمنة في هذا المجال. لا أظن بأن هناك بعض المناطق للأسف الشديد في هذا الباب آمنة. نحن نتمنى ونأمل بأن يعود للطلاب. أنا أظن بأن في هذه المرحلة لابد أن ينتبه الأباء والأبناء. وهنا حمل الناس هذه الرسالة. أن ينتبهوا لأبنائهم وكيفية استغلال الجوالات التي بين أيديهم. وليس هذا وقت لللهو فقط. إنما لابد أن ننتبه للرسائل التي يكتبوها. وللنصوص التي يكتبوها معبر التواصل الاجتماعي. أو شبكات التواصل الاجتماعي. وينتبه لكثير من النصوص. وهنا أنبه للناس كلها. نعم. مهم هذا أن تقول. أنه لابد أن ننتبه لأبنائنا وبناتنا. ونحذرهم. ليس من الحكمة الآن. أن تكتب أي شيء. التعبير عن المشاعر شيء مع صفك. ومع معلمك. ومع معلمتك. بإطار محتوى. وليس على الوجه العام للتواصل الاجتماعي. أو شبكات التواصل الاجتماعي. التي تستغل. ثم أنبه. بأن هناك كثيرا من المتشددين. والمتعصبين. وغير ذلك. ربما من خارج الدولة. أو من داخلها. الذين لعلهم يؤثرون سلبا على أدمغة أبنائنا وبناتنا. ليجروهم لأمور. ولا نريد أن نعود إلى ما كان عليه بالسابق من داعش. والوسائل التكنولوجية التي كانوا مختصين بها. ومتمرسون جدا بها. ليأخذوا أبنائنا غنيمة في هذا الباب. أو يقنصوهم في هذا المجال. فأنا أحذر أن الولد والبنت الآن يشغل أولا من ناحية اجتماعية. لدينا مجالات كثيرة جدا. فيها أن نعود أبنائنا على قيمة العطاء. وقيمة التطوع. ولدينا كثير من المجالات فيها أهلنا في النقب. والقرى غير المعترب بها. بحاجة إلى مساندات ومساعدات إنسانية. كذلك أهلنا في الداخل. لابد من أن نقوم بعملية المساندة والمساعدة لأهلنا. ولمن نستطيع أن نساعده ونقدم له المساعدة. أفضل من أن تكتب بعض الرسائل. ولو بتعاطف. هذا التعاطف ليس هو الذي يفيدك الآن. أن تتعاطف في هذا المجال وتكتب بعض الرسائل. أو تضع بعض التعليقات التي بكونها ربما تضر ضررا كبيرا. ورأينا بعض المجالات. وهذا ليس أقوله خوفا. إنما حناية نعم. وحين حكمة وحنكة تقتضيها هذه المرحلة. بأن نكون نعم مع المجالات التي فيها ندعو إلى النواحي الإنسانية. وليس إلى التهور وخلف سراب. لعله يأتي بالضرر الكبير. ونحن ما بين هذا الحوار نواصل قراءة آخر التطورات. الجيش الإسرائيلي يعلن بأن الهدف من الحرب الجارية الآن. أن لا تعود حركة حماس وتسيطر على قطاع غزة. وهناك أنباء عن قيام بعثة أمنية إسرائيلية. بزيارة إلى العاصمة المصرية القاهرة. لبحث التطورات في قطاع غزة والمنطقة. عموما مع القيادة المصرية. وأيضا من الأخبار العاجلة. عدد من المتظاهرين من المجتمع اليهودي. أغلقوا مقطعا في شارع كابلا في مدينة تل أبيب من الاتجاهين. وتحديدا في المدخل الرئيسي لوزارة الأمن المعروفة باسم الكرياء. لمطالبة الجيش الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية. للعمل على إعادة الأسرة والمخطفين المحتجزين في هذه الأثناء. ومنذ صباح يوم السبت الماضي في قطاع غزة. الآن سنشاهد مقطعا من القصف في قطاع غزة. وثق أحد المواطنين هناك في القطاع. وإذا كان هذا المقطع من قطاع غزة الأنر. وتدعو الجيش الإسرائيلي بعدم المس بالفلسطينيين. الذين يتواجدون في مدارس ومباني تابعة لهذه المنظمة التي ترعشون اللاجئين في قطاع غزة. وكان الجيش الإسرائيلي قد طلب من اللاجئين. من المواطنين الذين لجأوا إلى هذه المدارس وإلى هذه المباني. للتحصن بها بسبب القصف العنيف. طلب منهم مغادرتها. الشيخ الدكتور إياد عامر ونحن ما بين الأخبار وما بين التحليل. أريد أن أسألك عن التعاضد والمجتمع الآن في المجتمع العربي. نسمع عن مبادرات في شتى أرجاء البلاد. هناك من يقدم المساعدة جمعيات. وكلها مبادرات مباركة. ماذا يقول ذلك عن مجتمعنا؟. وأنا أريد أن أربطه هنا مع العنف الذي كان نشهده. الذي كان عداد القتلى وصلت إلى عداد غير مسبوكة. وكان الكل لم يعد خيرا في مجتمعنا. لكن تأتي هذه الحرب تكشف صورة مجتمعنا الجميلة. لا شك. ربا ضرة نافعة. ونحن لا نتمنى أن نعود إلى موجة العنف التي سبقت وأدت بمقتل 200 وأكثر من شبابنا وشاباتنا في المجتمع العربي. ولكن لا شك بأنه أحيانا بالضيق والضغوط أحيانا تظهر بعض الأمور. خاصة الجمعيات واللجان المتعددة التعاونية والاجتماعية. التي فعلا الآن تبحث وتدعو الكل أن يتعاضض مع بعضهم بعضا ويؤازر بعضهم. وهذه سمة طيبة. فالخير فيها وفي أمة إلى يوم الدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالخير موجود ونحن معروفون بهذه السمات والصفات بإمكاننا أن نحتوي أي قضية وقضية لو أعطي الأمر إلينا. ونحن نشهد بأن لجنة الإغاثة في الحركة الإسلامية ولجان أخرى تؤذرها في هذا الباب الإنسانية. يعني هي قامت على مشروع وحملة بالذات في ظل الظروف الطارئة والطوارئ نسميها. أنها تقوم الآن بمساندة ومساعدة وجمع النفقات وأموال ومساندات ومساعدات لإخواننا في النقب. بالذات الذين ليس لهم أي مأوى يأويهم. فهناك بعض البيوت النقالة وبعض الحاويات التي فعلا تضمن بأن يحتموا بها. وهي النقالة بسيطة لكنها بإمكانها أن تحمي بإذن الله تبارك تعالى بعض الإخوة والأخوات. الذين لا يجدون سوى الزينك والذي لا يحمي من الهواء. فكيف يحمي من صاروخ؟ فهذه الأمور النقالة أو البيوت النقالة زي المماد. ولكن النقال يستطيع الملاجئ. متوفر في بلدات يهودي الدولة وقامت بنشرها منذ سنوات. ولكن كما حدثت أبناء المجتمع العربي البدو في النقب. بيوتهم من صفيح ومن زينك. وحتى كورانا ومدوننا أستاذ شحادي. لا يملكون الملاجئ إطلاقا سوى ببعض المدارس. وهذا أمر طبعا لا يكفي لشيء بسيط. لهذا دعوتنا دائما لرؤساء المجالس ورؤساء البلديات. بأن يحرصوا على أن هناك أماكن عامة. لابد من وضع ملاجئ. ونحن نشهد وكلنا هذا الكلام منذ أكثر من عشر سنوات. لابد أن تبدأ كل بلدية بمشروعها الأول على الأقل. أن تبني بعض الملاجئ في المناطق. كما تبني المنطقة للألعاب للأطفال. كذلك تبني الملاجئ. وهي الآن ضرورية جدا. وبحاجة ماس الناس إليها. حتى يلجأ كل على أقل حي يلجأ إلى الملجأ الذي فيه. هذا اكتداء بما هو موجود عند الوسط اليهودي. ونحن نرى أن القتل يصيب أبنائنا ومجتمعنا وأبناء المجتمع كله. فلابد من أن تحرص الدولة والبلديات على إقامة وإنشاء مثل هذه الجمعية. سأتوقف الآن مع بيان وصلنا قبل قليل في قناة هلا وموقع بنت من الهيئة العربية للطوارئ. والتي تقول ارتفاع عدد الضحايا العرب في الأحداث الأخيرة في الحرب إلى ثمانية عشر ضحية. وسبعة أشخاص لا يزالون مفقودين. والآن سأقرأ البيان. أعلنت الهيئة العربية للطوارئ أن عدد الضحايا من المجتمع العربي. الذين قتلوا منذ بداية الحرب في الجنوب السبت الماضي. وحتى اليوم السبت بلغ ثمانية عشر ضحية. أخرهم الشاب ماجد زياد إبراهيم من قرية أبو غوش. إضافة إلى سبعة أشخاص لا يزالون بين المفقودين. فيما يلي أسماء الضحايا من المجتمع العربي. يزن زكريا أبو جامع من عرعرط النقب. فاطمة الطلقات من عرعرط النقب. مالك إبراهيم القرعان من الباط. جواد إبراهيم القرعان من الباط. أمين عقل القرعان ومحمد ذيب القرعان من الباط. فايزة أبو صبيح وميز زهير أبو صبيح من الباط كحلي. داليا أبو مداغم من رهط. وأسامة علي أبو مداغم من رهط. عبد الكريم حسن نصاصرة من كسيفة. خالد الفرحين من عرعرط النقب. عبد الرحمن عاطف الزيادني من رهط. أسامة أبو عصى من تل السبع موسى أبو سبيلي من أبو تلول سامة جلجاوي من وادي النعم عوض موسى دراوشة من إكسال وماجد زياد إبراهيم من أبو غوش أما أسماء المفقودين يردهم الله إلى أهلهم سالمين فهم سامر فؤاد الطلالقة من حورة يوسف خميس الزيادني من رهات عائشة يوسف الزيادني بلال يوسف الزيادني وحمزة يوسف الزيادني من رهات وفرحان القاضي من كاركور وعامر عودي أبو سبيلي من أبو تلول الهيئة العربية للطوارئ تعزي المجتمع العربي وأهالي الضحايا بهذا المصاب الكبير وتسألهم أن يتغمد المرحومين بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح الجنان الشيخ إياد عامر الدكتور إياد عامر تحدثت عن ما تكون به لجنة الإغاثة 48 التابعة للحركة الإسلامية إلى أي مدى مهم الآن كانت اللجنة جاهزة وكما شاهدناها أيضا خارج البلاد صححنا إذا أنا قطأت في تركيا في الشمال السوري في الهزة الأرضية إلى أي مدى مجتمعنا بحاجة لمثل هذه المؤسسات خاصة إن سمعنا المواطنين العرب أكبر نعمة على مجتمعنا هي وجود الحركة الإسلامية بلجانها وخاصة لجنة الإغاثة التي ترعى وتساهم وتباشر ولم يكن للجنة الإغاثة أن تقام لولا الكوادر التي تحيطها من عامة الناس وهنا أنا أقول بأن نجاح الناس وتكتل الناس حول مثل هذه اللجنة يعني هو سيعود بالفائدة عليهم كذلك وهذا ما نرى الآن يعني أموالنا قد تجاوزت وراء البحار ووراء الألور زي ما قالوا وهذه بمساعدة أهل الخير من كافة المجتمع الذي نرى فيه هذه الخصالة الطيبة ونبارك مثل هذه الجهود التي فعلا تدعو دائما إلى مثل مد يد العون للمساعدة في كل مجال ومجال ورأينا حتى في الحرب السابقة في أيار 2021 رأينا دورها وحتى مع المجتمع اليهودي في النوفا قليل بوقتها يعني كيف أقامت كذلك طواقم لمساندة ومساعدة الناس الذين تضرروا أو هم بحاجة إلى المساندة فلجنة الإغاثة قائمة تعمل ليلة نهار وتوصل ليلة بالنهار من أجل المساندة في أي مجال ومجال وفي أي مكان ومكان وهنا نراها حقيقة في هذه الأيام تقوم بالمساندة الإنسانية لأهلنا في الجنوب في النقب من أجل إعطائهم وتوفير على الأقل لأبسط الظروف لحمايتهم من هذه الحالة أنت ذكرت الشيخ الدكتور إياد عامر قضية الحضر من النشر في هذه الفترة من نشر منشورات التي قد تعرض من ينشرها للمسائلة القانونية وللاعتقال الشرطة أعلنت اليوم أنها اعتقلت إمرأة من منطقة النقب وذلك على خلفية نشرها منشورات على شبكات التواصل الاجتماعي هذه المنشورات تدعم فيها الهجوم المسلح الذي وقع في منطقة الجنوب الحديث يدور وفقا لبيان الشرطة عن إمرأة من سكان إحدى التجمعات البدوية في منطقة حورة تم اعتقالها وتم التحرز على الجهاز الجهاز الكمبيوتر الحسوب النقال وأيضا على الجهاز الهاتف النقال التي بحوزتها الشرطة تقول بأنه بعد انتهاء التحقيق ستقوم بعرضها على محكمة الصلح في بئر السبع لتمديد اعتقالها ونعود لنفس الرسالة الشيخ إياد عامر نحن بغنى عن كل هذا لا شك أنا أوافقك مئة بالمئة أستاذ الشحادي وهذا نذكره ونذكر به أبناءنا وبناتنا وطلابنا في الجامعات ومعلمينا في المدارس حتى اللايك ما تحطوش نعم أنت تسمع الأخبار والأخبار هي تصيبنا كلنا ونتألم كلنا لهذا الألم ونحن موجودون الآن والحكمة والحنكة تقتضي أن الإنسان لا يذهب خلف بس عواطفه نحن لا نقدم شيئا في هذا الباب ما نقدمه الآن هو أن نشغل في داخل مجتمعنا أن نمنع ارتكاب الجريمة ونوعي أبناءنا لأن لا تعود الجريمة إن شاء الله رغم أن على هذا علامة سؤال لماذا وقفت بالذات في وقت الحرب هل عقل شبابنا يعني ولا هناك جهات والعياذ بالله كانت خلف مثل هذه العصابات الإجرام ولكن ليس هذا هو الموضوع الموضوع بأنه كيف نربي أبناءنا على أنه نحرص على بعضنا بعضا ونقوم بالمساندات والمساعدات الأنسانية وندعو الناس كلهم إلى أبواب الخير فأبواب الخير مفتوحة وأبواب الخير يعني واسعة في هذا المجال وحقيقة كذلك الجانب الاجتماعي الذي لابد أن نذكر به ما دمنا إن نعلم بأن تعاضدنا هو سبب قوتنا في هذا الباب ولحمتنا مع بعض وقربنا من بعض لابد أن نبث وسائل التسامح والعفو بيننا وبين الشعوب بكلها ثم نحرص على أن لا نستغل أو أن يستغل بعض أماكن الدكاكين أو المجمعات أو السوبورماركتات التي تبيع الآن البضاعات لأنه من ناحية دينية لا يجوز أن تستغل ظرف صعب للناس ثم ترفع السعر الغلاء موجود ولكن أن تكون في هذا الباب اكتفي بالربح القليل رحمة بالناس الذين لا يعملون وبالناس الموجودين الآن مدام موجودين بالبيوت يستهلكون من الغذاء أكثر مما لو كانوا في خارج البيوت وهنا هذا النداء لأصحاب المحلات التجارية وأصحاب المراكز وأصحاب التجار بشكل عام أنه ارحموا إخوانكم الذين لا يملكون فبع بشيء كثير ولكن الربح يكون قليل يزداد ويزيد الله عز وجل من البركة إلا إلك أما أن تستغل للناس وترفع الأسعار أو تحتكر البضاعة لأنك الآن تعلم بأنه سيكون هناك كله في هذا الباب ثم ترفع السعر لأنه عندك البضاعة فهذا شرعا حرمه الشريعة الإسلامية وحرمت مثل هذه الأبواب التي فيها اغتنام واستغلال للناس واعلم بأنه حتى لو غنمت شيء من المال لا يبارك الله عز وجل هذا موضوع مهم الشيخ إياد عامر سأتحدث معك عن جانب آخر بهذا الخصوص وهو عننا نحن من يستهلك هذه المواد ويشتري أيضا الشراء يجب أن يكون بأقلاني لأنه سأسألك عن هذا الموضوع ولكن على غير عادته وللمرة الأولى منذ وقت طويل خرج رئيس الحكومة الإسرائيلي بن يمينة هو تحدث إلى الشعب الإسرائيلي عشية يوم السبت مساء يوم أمس ألقى خطابا موجها للشعب الإسرائيلي قال فيه أنه سيتم القضاء على حركة حمس وتحدث لأول مرة أنه أجرأ اتصالات مع عائلات لمفقودين منذ يوم السبت الماضي دعونا نستمع إلى تسلحة الرئيس الحكومة بن يمين نتنيه التي أدلا بها الليلة الماضية אזרחי ישראל شبت שלום לכם شبت שלום לכוחותינו כוחותינו שפרוסים ברחבי הארץ ושקיבלו את השבת בשטח הרחק מהבית היום כולנו מבינים שאנחנו נלחמים על הבית הבית של כולנו ואנחנו נלחמים כמו הראיות החיילים והחיילות השוטרים והשוטרות אזרחים ואזרחיות כוחות הביטחון הרפואה וההצלה ואתם אזרחי ישראל עם רוח ההתנדבות הכבירה שלכם שמרגשת את העולם כולו כולנו מגויסים כולנו מאוחדים עוד רבות יסופר על מעשה הגבורה של עמנו בימים האפילים של כאב ויגון של אותה שבת ארורה סיפורים שישזרו בתולדות ישראל לעולם לעולם לא נשכח את מעשה הזוועה שעשו לנו אויבינו שוחחתי גם היום עם כמה מהמשפחות שאיבדו את יקיריהם או שגורלם לא נודע עולמם חרב עליהם אני יודע לעולם לא נשכח את מעשה הזוועה של אויבינו ולעולם לא נסלח ולא ניתן לעולם או למישהו להשכיח את הזוועות האלה שלא נעשו לעם היהודי בעשרות השנים האחרונות אנחנו הולמים באויבינו בעוצמה חסרת תקדים אני מדגיש זאת רק ההתחלה אויבינו רק התחילו לשלם את המחיר ואני לא אפרט מה שיבוא בהמשך אבל אני אומר לכם זאת רק ההתחלה בשיחותה עם הנשיא ביידן ועם הנהיגים אחרים בעולם ובמאמצים רבים אחרים אנחנו מגייסים לישראל תמיכה בינלאומית כבירה נפגשתי היום עם מזכיר המדינה של ארצות הברית אנחנו מבטיחים את המשך המלחמה עם עוד תחמושת שמגיעה לארץ עוד אמצאה לחימה אנחנו נחסל את החמאס אנחנו נבין יצחון זה ייקח זמן אבל נסיים את המלחמה הזאת חזקים יותר מאי פעם יתן השם את אויבינו הקמים עלינו נגפים לפנינו شبات שלום إذن كان هذا رئيس الحكومة بن ימין نتنياه يتحدث للمواطنين في إسرائيل ويتعهد بالقضاء على حركة حماس هذا الخطاب الكثير من المحللين فوجئوا من محتوى لأنه لم يكن فيه شيء جديد خاصة أن رئيس الحكومة لا يتحدث عشية يوم السبت للمواطنين في إسرائيل آخر مرة تحدث فيها رئيس حكومة عن ذلك كان في عهد حكومة يتسحاك رابين الرئيس الحكومة الإسرائيلي الذي اغتيل في سنوات التسعينات كانت ذلك الحديث في قضية اغتيال جندي أيضا في حين حركة حماس قامت باختطاف هذا الجندي الإسرائيلي والكل يعلم بأنه انتهت بمقتل الجندي خلال محاولة تحرير من أيدي خاطفيه الآن من الأخبار العاجلة الهلال الأحمر الفلسطيني يكون نحن نطالب المجتمع الدولي بالتدخل لوقف قرار إسرائيل بإخلاء مستشفى القدس في غزة هذا الطلب جاء هذه المناشدة من الهلال الأحمر الفلسطيني جاءت الآن والآن أريد أن أسألك الشيخ الدكتور إياد عامر بصفتك شخص يعمل في الوساطة بعد أن تهدأ هذه الحرب إن شاء الله تنتهي قريبا ما هو الحل لهذا الصراع الذي امتد أكثر من 75 سنة نحن نؤمن بحل الدولتين حل أن يعيش الشعب الإسرائيلي إلى جانب الشعب الفلسطيني بسلام وأمان ولكن من يتحدث الآن عن السلام أصلا لا يبدو في الأفق برأيك كشخص عاصر كل هذه السنوات نعم لا شك الصراع الدم وهو يمتد لأكثر من 100 عام وليس فقط 75 سنة ولكن من حق الشعبين أن يعيش ومن حق الشعبين في هذه المرحلة أن يكون لهم كل منهم دولة ولكن اليوم نعلم بأن الجانب الإسرائيلي يرفض أصلا إقامة أو التفكير أو الحديث عن إقامة دولة فلسطينية بحدود 67 رغم أن قرار الأمم المتحدة يشير إلى هذا الباب ولكن المتفائلون دائما لدينا الأفق الواسع بأن لابد أن تقام وهذا لعله يكون اكتراح تقام هناك هدنة بين الأطراف إلى فترة 40 عاما وليس إلى سنة وعشرة إنما فترة طويلة جدا التي فيها يضمن كل شعب أن يكون باحتواء شعبه ويحاول أن يطور ما استطاع وهذا لعله يكون فائدة فيه للطرفان حتى لا نسمع ولا يسمع أولادنا ولا أحفادنا بمثل هذه الجرائم التي تقام بين الشعبين للأسف الشيخ الدكتور إياد عامر أعود إلى قضية مهمة أنت طرحتها قضية استغلال هذه الفترة من قبل البعض نحن لا نكون كل التجار ولا كل أصحاب المحلات ولكن نحن أيضا الناس الذين نشترك رجل فيه ناس اشترت أشياء يعني لا تلزم وزايد عن الحاجة الجبهة الداخلية بتوصياتها تقول يجب على فكرة أن هذه التعليمات صحيحة أن الجبهة الداخلية قالت أنها توقيت نشرها كان خاطئ وأحدث بلبلة ولكن هي تعليمات صحيحة أن كل إنسان يتزود بالشيء المقلوب نعم نحن ناء كبشر كناس عاديين كيف لازم نتصرف شوف الناس هم أنواع وأحد هذه الأنواع هو المتسرع دائما المتهور دائما اللي يخاف أكثر من اللازم من الناس ولا يعمل أحيانا توازن في مشترياته ونقول على ماهل نشوية جماعة برضو مجتمع الجار والجار بإمكانهم أن يتبادل بعض الأمور في حالة نقص عند أحدهم وهذه من سمات وصفات مجتمعنا العربي الفلسطيني المسلم الذي يستطيع أن يقدم ما يستطيع لزميله أو لجاره أو لأهله ولكن حقيقة ما قلت أستاذ إشحادي بأنه لابد أن نتروى قليلا يعني أن لا نبالغ في المشتريات أنت اشتري ما يلزم وليس أكثر مما يلزم لأنك لا تعلم وهذا جربناه سواء كان في الحرب التسعين تسعينات العراق وغيرها والخليج وهذه الحروب التي قامت بأن الناس تذهب بشكل كثير حساس وكثير عنفواني حتى في أنه التقب بالدور من أجل البسكوت ومن أجل الخبز ومن أجل الزيت وهي متوفرة صحيح حتى الماء الآن حتى المياه نحن نرى بأنه نشتري بكميات كبيرة جدا رغم أن المياه متوفرة وموجودة وممكن أن تكون متوفرة في البيوت وليس شرطا أن نشتريها المنيرالة ممكن من الحنفية العادية وشرب المياه الطبيعي جدا ولهذا أنا أناشد الأهل يتروأ قليلا ويشتري ما يحتاج ولا يبالغ في المشتريات والطرف الآخر أن لا يستغل وهذا رأينا بأن الكثير من أصحاب المحلات التجارية تساهم وتكتفي بالقليل وأنا أشكرهم من هذا إبقى معي شيخة دكتور إياد عامري